أخاطبكم اليوم مدركة أننا نعيش في فترة تتعظم فيها التحديات وبلدنا يعيش فترة اضطراب اضطراب سبب الحزن والأسى للبعض سبب صعوبات مالية للكثيرين وأدى إلى تغييرات جذرية في حياتنا اليومية جميعا أود أن أشكر الجميع في مصلحة الخدمات الطبيعية الوطنية والتواقم الطبية وكل من يؤدون أدوار أساسية بتثان وإثار يقومون بأداء وجبهم خارج منازلهم دعما لنا جميعا أنا على ثقة بأن الأمة جميعا ستضم صوتها لي في الإعراب عن عرفاننا لكم وأننا نحيي عملكم لا سيما وأنه سيقربنا من العودة إلى حياة عادية أود كذلك أن أشكر من منكم يبقى في منزله حيث يساعدون في حماية منهم في حالة ضعيفة وكذلك يكون عائلاتهم فقدان أفراد من العائلة معا نحن نطلع بقضاء على هذا الوباء ومن خلال التحدي والصمود والعزيمة سننتصر وسنخرج من هذه الأزمة أتمنى في السنوات القادمة أن يكون كل واحد منكم فخورا بسلوكه خلال هذه المحنة والأجيال اللاحقة ستقول أن هذا الجيل من البريطانيين كان قويا وصلبا كباقي الأجيال التي سبقتها أن صفات ضبط النفس والانضباط والعزيمة والإخاء ما زالت ميزة شعبنا أن نفخر بأنفسنا ليس جزءا من ماضينا بل هو جزء ويحدد حاضرنا ومستقبلنا اللحظات حيث اتحدت فيها المملكة المتحدة في التصفيق للتواقم الطبية سنتذكرها كتجسيدا لروحنا الوطنية والرمز لهذا هي قوس قزح الذي رسمه الأطفال في المنازل في كل الكامنولث وفي كل العالم رأينا قصصا تثلج الصدور حيث يساعد البعض الكثيرين من قبل الطباء أو حتى من قبل مواطنين يزورون الجيران أو حتى من متاجر تحول لكي تساعد في الإسعاف نعي بأن الصعوبات حالية قوية ولكن في الواقع كلنا نكتشف بأن هذه فرصة للتأني والتأمل والصلاة هذا يذكروني بأول خطاب لي قمت به في 1914 مع أختي تحدثنا من هنا من هذا القصر وينزور للأطفال الذين تم إجلائهم من منازلهم لحمايتهم اليوم مرة أخرى الكثير منكم سيحس بأنه بعيد عن من هم قريبون من قلبه ولكنكم تعون بأن هذا التباعد بيننا هو الأمر الوجيه لقد جبهنا تحديات في الماضي ولكن هذا التحدي مختلف فنحن مع كل الأمم في العالم نخوض نفس النضال حيث نتعامل بعزيمة وبتعاطف لكي نتعافى سننجح وهذا النجاح سيكون بفضلنا جميعا بالطبع ما زالنا أمامنا الكثير لكي نمر به ولكن ما يطلج صدورنا هو أن المستقبل سيكون مشرقا سنلتقي بجيراننا أصداقنا عائلاتنا إذن أرسل لكم تحياتي وأماني طيبة لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر